جيمي قلت لي عايزة الكلام على المنتخب السوداني اللي كسب النهاردة المنتخب السودان الشقيق اللي كسب النهاردة المنتخب الغاني بهدفين دون رده وعمل مسير رائع جداً في تصوات أفريقيا وفي تصوات كاس العالم بالمناسبة كمان حالة ممتازة بتمر بها الكرة السودانية عكس الظروف تماماً اللي بيمر بها بتمر بها السودان وكأنهم بيكفؤوا الشعب السوداني وكأنهم بيخففوا شوية عن الشعب السوداني باللي بيحصل فيه السودان منتخب السوداني تحت قيادة مديره فني الغاني بالمناسبة. هم كسبانين النهاردة غانا 2-0 كسبوا غانا تحت قيادة المدير الفني الغاني قدروا أن هم يفوزوا. يقتربوا جدا من الصعود. عندهم مباراتين متبقياتين. واحدة أمام النيجر. متزايل المجموعة. حصلت المجموعة. واحدة أمام أنجولا المتصدر. أنجولا متصدر بـ 12 بنت. عايزين مكسب مبارات النيجر. مكسب بس لمبارات النيجر. يتأهل المنتخب السوداني بعد غياب لأمم أفريقيا. لا. كمان. زيادة التقلق. بنتكلم عن المنتخب السوداني. متصدر لمجموعته فيه كأس العالم على حساب مين؟ على حساب المنتخب السنغالي. القوي جدا. 10 نقاط. ومنتخب السنغالي 8 نقاط بعد 4 مباريات من التصفيات. الموجهتين الحاسمتين في مارس اللي جاي مع المنتخب السنغالي. لو طلعوا إكوال جيمز. المنتخب السوداني قدر ياخد ثلاث نقاط أو مباراتين يطلعوا تعادل. هيقترب جدا جدا للمنتخب السوداني. قوة وحدة بالاعتماد على مجموعة من اللاعبين المحلين. أه تحرك الاتحاد السوداني من سنتين ثلاثة. ضم بعض اللاعبين اللي معهم جنسية مزدوجة بسودانية في السنتين ثلاثة اللي فاتوا منهم أبو عيسى. كان بيلعب دوري الدرجة الثانية في الشامبينشيب في إنجلترا. أكثر من اللاعب دموهم خلال الفترة اللي فاتت. لكن الاعتماد على القوامل الأساسي من اللاعب دوري السوداني. اللي بالمناسبة بيلعبه في الدوري الموريتاني. المريخ والهلال بسبب الأحداث بيلعبه في الدوري الموريتاني. وبالمناسبة ومتصدرين للدوري الموريتاني أول وثاني الليل والمريخ. نجوم حتى الهلال والمريخ المعرفين لنا أو حتى اللي مش معرفين سواء أحمد حامد التش محمد عبد الرحمن أبو عيسى ولي الدين. خضر اللعبة اللي بيقدموا موسم وتصفيات تاريخية واستثنائية للمنتخب السوداني أتمنى أنها تكلل بالنجاح منتخبنا العربي السوداني إن شاء الله بالصعود لكأس العالم والاقتراب بشدة إن شاء الله في الويندو اللي جاي في شهر 11 إن شاء الله مباراتين في التوقف الدولي اللي جاي بقى في مباراتين للمنتخب السوداني في تصفيات أمم أفريقيا يضمن المنتخب السوداني إن شاء الله من مباراته أمام النيجر التأهل لأمم أفريقيا ويعودوا مرة أخرى لي أمم أفريقيا وهما كانوا من المؤسسين مع إثيوبيا ومع مصر للاتحاد الأفريقي فنتمنى عودة الكرة السودانية من جديد كان مهم جدا نتكلم عن الكرة السودانية في زل كل هذه الأحداث يكونوا بيمروا بكل هذا التألق في السنة والسنة الله عليك